يا مساء الفل ازايكو عاملين ايه يارب دايمن تكونوا بألف خير تاني فيديو لنواعم رمضان او حلويات رمضان عملنا الكحكة على البارد النهاردة هنعمل احلى واطعم بسكوت بالنشادر وهنعمله بالمكنة وهيكون هش وخفيف ومقرمش جدا واكيد عارفين مقادير شفن العظيم احمد القاضي احلى واطعم حلويات بتكون من ايده ومقاديره مصبوطة 100% وما ينفعش نعدل عليها ولا هيفرش منك ولا الرسمة هتخطي وكمان هنعمله بتعمل برتقان لو حباه الطريقة بسيطة جدا ومقاديره مفيش ابسط منها بس اهم حاجة في مقادير الحلويات لازم الميزان عشان الطريقة تطلع معايك مصبوطة جدا وكل اللي حيدق من ايديك الحلويات ونواعم رمضان مش هيصدق انك عملاها في البيت وحيفكر انك شرياها من اكبر المحلات ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوا قناة بازبوسة واتفع له جرس الكل عشان لسا الوصفات الحلوة جاية كتير سمي وصلي على الحبيب المصطفى هعمل معايكو كيلو من البسكوت انا معاي كيلو من الدقيق بيكون مخصص للكحك والبسكوت ولو شريا سايب من عند العطار حتزويديه بالتدريج وفيه انواع تانية كتير من الدقيق زي الدحا والقوسر ودوبيلة وصمبولة الفراط وغيره ثاني مكون معايا وهو السكر البودر معايا 280 جرام من السكر البودر ثالث مكون معايا وهي السمنة ولازم تختاري سمنة نوحها كويس لانها بتأثر في طعم الحلويات معايا 320 جرام من السمنة وتكون ساقعة لسا مخرجاها من التلاجة ما ينفعش تكون بحرارة الغرفة لازم تكون ساقعة لسا مخرجاها من التلاجة معايا 4 بيضات بحجم كبير ولو البيض صغير هنستخدم 5 بيضات وتكون بحرارة الغرفة يعني مستقعين ولا خارجين من التلاجة معايا 3 كياس من الفانيليا 6 جرام ولو متوفر عندك الفانيليا ستايلة بتكون افضل بكتير لاني بتكون ريحتها قوية جدا ومعايا كيس بيكنج بودر وزنه 14 جرام ومعايا كيس تانك بس يكون مركز انا هستعمل كيس واحد 12 جرام لكن كيلو دي بياخد كيسين 24 جرام 10 جرام من النشادر متزوديش عن 10 جرام لكيلو دي عشان البسكوتة متفرشش مني معايا 80 ملي من اللبن او المياه انا هستخدم لبن لو حابة تستخدمي مياه ومفيش اي مشكلة هدوب في النشادر بس في اخر مرحلة حشيل معلقتين كبار من الدقيق لاني شريا سايب من عند العطار وحشوفي العجينة هتحتاج معايا المعلقتين اللي انا شلتهم من الدقيق ولا لا ازود كيس بيكنج بودر اللي 14 جرام ورشة ملح صغيرة واخلط الدقيق وبعد كده اركنه على جامل انزل بالسمنة الاول في العجان ممكن تستخدمي مضرب البيت بس بياخد وقت شوية لو مش متوفر عندك العجان بعد كده انخل عليه السكر البودر لازم تنخل السكر البودر لان بيكون متكتل وفيه حبيبات ولو زودت السكر البودر بالشكل ده وما انا خلتهوش مش هيدوب معيك مع السمنة مهما ضربتي وهيكون موجود حبيبات السكر ومتكتلة يعني مهما ما تضربي في السمنة السكر هيكون موجود حبيبات اشغل العجان واضرب في السمنة لحد ما تهيش معنا ولونها يفتح ومن وقت للتاني انزل الجوانب عشان اساعد العجان ان يضرب السمنة حلو ويتهيش معنا ويكون لونها ابيض زي الكريمة في الوقت ده ازود كيس التنج او كسين التنج زي ما تحب بطعم البسكوت بطعم البرتقان قوي وده اختياري ممكن تستغني عنه في الوصفة لو مش حاب البسكوت بطعم البرتقان كده تمام الكريمة هاشت معنا زي ما انتو شايفين ولونها فتح اللون اللي موجود في الكريمة ده من لون التنج اللي حطناه او الفروتي هديها ضربة بسيطة وبعد كده هبتجي ازود البيض بيضة بيضة او البيضة ما تختفي هبتجي ازود البيضة التانية وهكذا لحد كل كمية البيض ما تختفي معنا مع زيادة الفانيليا ويفضل الفانيليا لو تكون سيلة لاني بتكون ريحتها قوية جدا عن البودر بس انا مش متوفر عندي السيلة فحطيت البودر 6 جرام من الفانيليا عشان ريحة البيض ما تظهرش معنا في البسكوت واحنا بنقله ومن وقت الالتاني تقلبي كل المكونات عشان تتجانس مع بعضها لانها بتكون موجودة في جوانب العجان كده خلصت كل كمية البيض وانضربت كويس بعد كده في المرحلة دي ازود الدقيق ايه دقيق انا نخلاه لاني نخل الدقيق بيخلي اي حلويات خفيفة وهشة ومش مكتومة وكمان ضرب الزبدة كويس لحد ما تهيش وتكون لونها فاتح بيخلي البسكوتة خفيفة وهشة معنا انا زودت كمية الدقيق اللي كانت موجودة معي وشايلة المعلقتين عشان اشوف العجينة لو محتاجة المعلقتين هزودهم اخلط الدقيق بكل المكونات لحد ما يختفي معنا وما يكونش ليه قصر شايفين العجينة بسم الله مشاء الله لما تيجي تزود النشادر على اللبن خلي بالك انه حيفور حطيه على العجينة على طول اشغل العجين ودي اهم مرحلة في البسكوت لان البسكوتات ما بتتعجنش يدوب تتلمي بس زي ما انتو شايفين يدوب حديها ضربتين لحد العجينة ما تتلمي معنا شايفين العجينة طرية ازاي يبقى كده محتاجة معي دي هزود المعلقتين اللي انا شلتهم من الدقيق لاني انا شرياء سايب من عند العطار وكل نوع بيختلف عن التاني عشان كده بقولكو زودوا الدقيق بالتدريق يعني الدقيق كله ما تزودهوش مرة واحدة لما نحتاج دقيق افضل بكتير بان احنا نحتاج سوائل العجينة حلوة كده كده تمام لا طرية ولا نشفة متوسطة لو عاوزة تختبر العجينة هاخد قطعة من العجينة واشوفها ما بين ايدي شايفين طرية ازاي ما بتشققش ولا اي حاجة اغطيها بكيسة عشان مشها ما ينشفش معنا ده شكل الموس اللي انا هستخدمه في نقشة البسكوت اللي سنونه ديقة بالشكل ده وفي نقشات تانية كتير بس انا بفضل النقشة دي نحضر مكينة البسكوت انا مسبتاها على الرخمة هبتدي اشغلها ونشوف شكل البسكوتة في اختبار تاني للبسكوتة لو عاوزة تعرفي العجينة مظبوطة معيك ولا لا لما تيجي تشكل البسكوتة في الماكينة وطلعت معيك النقشة ظهر قوي كده اعرفي ان العجينة حلوة ومظبوطة لكن لو العجينة وهي بتخرج من الماكينة بتتقطع معيك يبقى العجينة محتاجة شوية لبن بسيط شايفين شكل النقشة ما شاء الله وده احلى موس تختاريه في شغل البسكوت طول البسكوتة يرجع ليكي عاوزها قصيرة او متوسطة او طويلة زي ما تحبي بسم الله ما شاء الله النقشة ظهر ازاي اي زيادة في البسكوتة هبتدي اشيلها بالسكينة بالشكل ده عشان يكون البسكوت كله طول واحد بعد مرست الصوج بالشكل ده وكل البسكوت متساوي وقد بعضه هبتدي ادخل البسكوت على درجة حرارة مية وستين لمدة خمسة وعشرين دقيقة ومدة السوى ده بيرجع لنوع فرنك يعني ممكن ياخد معاك خمسة وعشرين دقيقة ممكن ياخد معاك تلاتين دقيقة على اهدى درجة حرارة انا بولع الشوية والفرن على درجة حرارة مية وستين لو الشوية والفرن من زرار واحد ولع الفرن من تحت واول البسكوتة ما تاخد لون طف الفرن ولع الشوية البسكوتة تاخد لون من فوق بس أهم حاجة درجة الحرارة تكون هادية جدا على 160 بسم الله ما شاء الله ده شكل الصاق بعد ما خرقته من الفرن ده أول صاق خرقته من الفرن لازم تحرك البسكوت على طول عشان لو سبتيه حيلزق في الصينية ويتقصر معنا شايفين البسكوتة مفرغة إزاي وخفيفة قوي والنقشة زي ما هي مختفتش يعني النقشة زي ما دخلناها الفرن زي ما خرجناها مقرمش جدا وخفيف وطعمه زي العسل مقرمش قوي المقادير المظبوطة من شفنة العظيم أحمد القاضي ربنا يحفظه ومعتمد الوصفة لإني بعملها دايما على طول ومش هغيرها وده طبعا ما يمنعش إني أعمل وصفات تانية كتير من البسكوتات لإني البسكوتات لها أنواع كتير ومقادير كتير بس بصراحة أنا ما بغيرش مقادير بسكوت العيد من شفنة العظيم أتمنى تجربوا الوصفة والمقادير المظبوطة بس لازم تستخدموا الميزان عشان يطلع معاكم مظبوط تحطيه بالتدريج عشان ما نزودش سوائل على العجينة كيلو دي أعمل معايا كمية حلوة قوي من البسكوت ودي الكمية زي ما أنتوا شايفين وآخر قطعة من العجينة موجودة في المكنة شكلتها بأشكال البسكوت أكيد بتسأله طب يا بسبوسة إحنا حنشيل البسكوت إزاي عشان ما يرتبش معنا أولا إيه البسكوت ده مش هيرتب معاكم إن شاء الله بس لو عايزة تشيليه عارفين الصفيحة بتاعة السمنة ممكن تشيليها فيها وتغطيها كويس أو العلبة البلاستيك الكبيرة ممكن تحطي كيسة في قلبها وتحط البسكوت وتغطيها كويس من الهواء بسم الله ما شاء الله على البسكوت النقشة زي ما دخلناها زي مخرجناها ودي شكل البسكوت اللي عملناها بالفرمة القطعة العجين اللي كانت موجودة في المكنة بسكوت هش وخفيف ومقرمش وطعمه زي الفل وده يرجع إن مقدرنا مظبوطة واستخدمنا الميزان عشان الوصفة تطلع معانا مظبوطة جدا ولو شارية دي من عند العطار سايب لازم تحطيه بالتدريج عشان ما نزودش سوائل لكن لو شارية مخصص للكحك والبسكوت هتحط الكمية كلها أتمنى تجربوا وصفة البسكوت وتعملوا لايك للفيديو وما تنسوش تشاركوا في القناة واتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم لسه الوصفات الحلوة من نواعم رمضان كتير